طيب السؤال الثاني بروح القانون اللي هو قلها كابتن عصام طيب اختيارنا للحكام اللي مرشحها الكاس العالم كان كابتن أمين عمر مظبوط كابتن أمين عمر يعني لو هي قانونية 100% بلفظ اللي قاله رئيس لجنة الحكام ان ده قانوني 100% انا هطرح السؤال الاعمق الاعمق انت استخدمت روح القانون طيب هل ينفع ان الراجل اللي انت مختاره رقم واحد يمثلك في كاس العالم سبك انه ما رحش ما يبقاش عارف القانون يعني هل ينفع ان انا كحاكم ما بقاش حارف القانون ما بقاش عارفه يعني كوني ان انا يستدعيني حاكم الفار يجزلوا ولا ما يجزلوش الاربع حالات والخمس حالات اللي بنتكلم عليها لكن انا كتحكيم حتى مع كابتن صباحي يعني انا نزلت سلمت عليه وخلاص المبارة خلصت مجرد ما بتنتهي التسعين ديها خلصت كانت صباحي عندنهم يعني فيه احداث سابقة مش مزبوطة وانت يا كابتن عصام تحديدا مع كابتن جهاد جريش قعدت حوالي سنتين عشان حدث طيب ليه بتجيبوا تاني معانا يعني ليه تاني معانا ليه تاني معانا في حاجة المفروض ان انت بتتكلم في لقاء كان جاي بعد مشكلة اللي هو بتاع البنك الاهليه طبعا انا مش عارف اقول ايه الصراحة لكن هي مجموعة مجموعة كبيرة جدا مش اللي استفسارات اتعجب